في قصة الميركاتو عشان اليومين دول الرزع والهبد يعني على كل الأشكال والألوان خلينا نتفع على قواعد واضحة وصريحة نمر واحد إنه وانت بغمض كده مش عشان أنا بكلمكم من قناة النادي الأهلي أو عشان أنا منتمي للنادي الأهلي مفيش لعب في مصر مهما كان انتماؤه يعني مهما كان انتماؤه ما يحلمش في يوم اللامن يكون موجود في نادي الأهلي في القصة هنا مش قصة انتماء هي الكرة بتتلعب ليه الشهرة ممكن يكون واحد من الأسباب الفلوس بالتأكيد واحد من الأسباب والأسباب الرئاسية كمان لكن هل ده واحده يكفي لأ خد بالك إنه الناس اللي بتعشق اللعبة دي وبتمارس اللعبة دي يهمها جدا إنها تصنع مجد تصنع تاريخ تصنع بطولات وألقاب والبوابة السحرية لده مفيش غير النادي الأهلي مش ممكن تكون بتلعب بطولات كاس عالم مع الكبار وتكتب في تاريخ بتقابل كبار العالم مش ممكن تبقى بتشارك مع الأهلي وبتنفس على دوري أبطال أفريقيا طبعا ده غير البطولات المحلية فكرة إن انت كلاعب تلعب في النادي الأهلي ده شرف عظيم يتمنى خليني عشان أكون موضوعي من 80 ل 90% من لعبة الكرة في مصر كلهم يحلموا في يوم الأيام يلبسوا تيشرتنا دي الأهلي والأهلي على مدار تاريخه عشان نصحح أو نحط الأمور في نصابها الصحيح الأهلي عمره ما في يوم أكبر لعب على إنه يسيبنا دي ما لم تكن ما لم تكن الرغبة حط تحت كلمة الرغبة دي 100 خط أحمر ما لم تكن الرغبة قوية مش بس موجودة رغبة قوية في ارتداء الفانيلا الحمرة الأهلي ما بيتمسكش بحد والأهلي ما بيقفش على حد سواء كانوا من ولاده أو من لعبة اللي موجودة لو شايفين إنه ممكن يبقى عندهم فرصة أكبر أو شايفين إنه وجودهم في الأهلي مش هيضيف ليهم أو شايفين إنه في عروض بتجيلهم أفضل من العروض اللي موجودة أو اللي بيعرضها النادي الأهلي فالأهلي ما بيتمسكش بحد ممكن في يوم الأيام يتخلى عنه أو حتى من لعبة جاية من بر في ناس كتير جداً عندها خلط في الأوراق معتقدة إنه الأهلي في عصر احتراف أو في زمن احتراف اعتماده الأساسي على تفريغ الأندية من نجومها وده مش حقيقي أو صحيح بأي شكل من الأشكال والدليل إنه أنت عندك النهاردة في مصر أندية عندها سكواد على أعلى مستوى وقدر أعدلك منهم 3 أو 4 أندية بالأسماء فرق متكلفة مئات الملايين أندية ممكن تكون ميزانية كورت القدم فيها أكبر بكتير من نادي الأهلي على الرغم من مواردها سواء المالية أو عوائدها الفنية يعني باقتصار شديد جداً لها هي بتكسب حاجة من كورت القدم على المستوى الفني الخاب بطولات أو على المستوى المادي جوائز أو بيع وانتقالات لعبين ورغم كده كان الأهلي في ظروف صعبة أنا عيشت معاكم 3 سنين هنا سمعت كتير قوي كلام على المركاتو واحتاجات النادي الأهلي وضرورة التدعيم وفي أوقات كتير جداً أن الإدارة ما بتصرفش فلوس على الفريق على الرغم ده مش حقيقي على الإطلاق ولو بصيت على عدد الصفقات اللي أبرامها النادي الأهلي والقيمة المالية ليهم في السنوات الثلاثة الأخيرة هتجد أنه حجم الأنفاق كويس جداً مقارنة بقى بالعوائد بنتكلم على عوائد مالية كبيرة جداً نتيجة مشاركة في كل البطولات تتويجك بطولة دوري الأبطال مشاركتك في كاس العالم فوزك بكاس السوبر الأفريقي إحرازك بيداليتين برونزيتين في كاس العالم حتى البطولات المحلية تاخد عليها عوائد مالية وده طبعاً اللي ما بيحصلش بالنسبة للمنافسين أو حتى على مستوى البيع والشراء في الانتقالات بيع لعبين وشراء لعبين آخرين ولكن في النهاية اللي عايز أقوله إنه أبداً أبداً النادي الأهلي مش ممكن يكبر حد على إنه واحد يستمر معاه اتنين على إنه ينتقل ليه مش ممكن أبداً يكون فيه قصة إجبار أو قصة خطف زي ما بيتقال للأهلي لنجوم الأنديار دي نمرة واحد نمرة اتنين نحن بنتكلم على المركات الجاي لازم تبعارف إنك بتكلم على تدعيم فريق هو بالفعل بطل أفريقي ومن الوارد جداً 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 إنه يبقى فيه محاولات لخطف نجومه سواء من أندية منافسة هنا فيه أندية محلية أو حتى من سوق الخليج اللي بيحاول يعمل نقلة كبيرة جداً فطبيعي جداً لما ييبص على العيبة في مصر طبيعي جداً نمرة واحد عنده يكون النادي الأهلي لأنه فيه لعيبة لأهلي يقدموا مرضود على مدار السنين الأخيرة تقول إنه هم يصلحوا للاحتراف فيه أندية كبيرة مش هقول أندية الصف الأول لكن أندية كبيرة في أوروبا ويلعبوا في أكبر الدوريات ألماني، إيطالي، فرنساوي أسباني أو حتى إنجليزي ده شيء طبيعي جداً الأهم من ده هو إنك إنت إزاي تعوض الأسماء دي هتكلم على المركاتو وهتكلم على احتجاجات النادي الأهلي بالعقل والمنطق لأنه فيه احتجاجات يمكن كنا وقفين عليها أو بصن لها أو حتى ميستر كولر تكلم على الإدارة فيها من بداية الموسم وفيه موسم الانتقالات الشتوية ولزروف كتيرة جداً ما تمتش أعتقد أنه محتاجين نفتح ملفاتها وخصوصاً أننا رايحين لموسم صعب جداً الموسم القادم الموسم القادم رغم كل الإنجازات وكل الألقاب وكل بطولات اللي حققناها في الثلاث مواسم الأخيرة لكن يبقى الموسم القادم هو أصعب موسم هياخده النادي الأهلي في تاريخه مفيش موسم مر علي أو هيمر علينا بصعوبة الموسم القادم ده ومن بعده كمان موسم هيستمر أصعب لأنه هيبقى عندك نسخة كاس العالم مش اللي جاية مش اللي في السعودية نسخة الكاس العالم بنظامها الجديد اللي هيشارك فيها كبار العالم كله 32 فريق من الخمس أو من الست قرات وبالتالي شكل المنافسة وشكل البطولة هيختلف تماما وبالتالي ما اعتقدش أنه الأهلي هيقبل أبدا بأي شكل من أشكال يكون رايح ضيف شرف لشان كده المركاتو اللي جاية في منتهى منتهى الأهمية مش عايزة أقول إحلال وتجديد لأنه صعب قوي يبقى عندي فريق بطل أفريقيا واخد كل الألقاب اللي شارك فيها الموسم ده وأقول إحلال وتجديد لكن تدعيم على أعلى مستوى ده منطق نقدر نقبله ونفهمه كويس جدا ترجمة نانسي قنقر